عزيزاتي أعزائي هناك فرضية أخرى جديدة وجديرة بالاهتمام والذكر عن التاريخ المبكر للإسلام طرحها الأستاذ ماركوس جروس المتخصص في التاريخ المبكر للإسلام وديانات الشرق القديمة في المجلد الثالث من سلسلة كتب إنارة فوجدت تشابها كبيرا بين طقوس الرهبنة في البودية وطقوس الحج فيما يسمى الجاهلية تبناها الإسلام وهذا التشابه يتجلى في عدة نقط نقدم لكم بعض منها ففي البودية توجد فكرة الحج فالبوديون يحجون لمعابدهم المقدسة ويطوفون حولها أو في وسطها حول برج بين قوسين سطب وهذا البرج أو المبنى يكون على شكل دائري أو مربعا ففي قديم كان على شكل دائري يمثل بودا نفسه تتذكرون كلمة كعبة تعني شيئا دائريا ككواعبة أطرابة وكعب الرجل فالمسلم عندما يذهب للمسجد فلا يقوم بعملية الطواف إلا حول الكعبة فالطواف عند البوديين طقس مقدس يمكن أن يشمل حتى الجبال المقدسة كجبال كيلاش وندكر شيء آخر فلو دققنا في طريقة جلوس البوديين من أجل تعبد والتأمل تتطابق تماما مع جلوس المسلم وطريقة السجود كذلك فقبل الصلاة أو التأمل يجب على الراهب البودي أن ينوي فنية ضرورية كما في الإسلام وتسمى غيتا بالنسبة للباس عند الراهب البودي يكون عبارة عن غطاء كاسايا وكأن كلمة كساء يتكون من قطعتين قطعة لستر القسم العلوي من الجسد مع ترك الدراع الأيمن عاريا وغطاء آخر لستر الجزء السفلي من الجسد وسبب تعيية الدراع الأيمن أو الدراع الأيمن عفوا هو رمز للتلبية كخادم المعبد ومعلمين وفي التقليد آخر كما هو الحال عندنا في المغرب قديما فهو رمز للعمل ولازال الفلاح المغربي في شمال المغرب يترك دراع الأيمن شبه عاريا كرمز للجدية والعمل فهذا الغطاء كاسايا يكون خاليا من الغرز يعني بدون خياطة في حالة طبعا التعبد والتأمل كرمز للبساطة والزهد في الحياة دون أحذية لتحسس الطريق والأرض التي يدوس عليها الراهب البودي أما اللون البرتقالي فهو لون لهيب النار يرمز لنور العقل ولهذا السبب فالراهب أو الحاج البودي في بداية حجه أو رهبنته يلبس اللون الأبيض كرمز لقبوله الحق والتنوير بعقل نقي وصافي ففترة اللون الأبيض تكون لمدة ثلاث أشهر فقط في الرهبنة وبعدها يلبس الراهب اللون الأصفر أو البرتقالي المائل للحمرة والغريب أن القرآن يتحدث عن الحج بأشهر معدودات الحج أشهر معدودات فمن فرض فيهن الحج فلا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله صورة البقرة الآية 197 ولم يقل شهر أو شهرين أو أيام معدودة أو أسابيع معدودة وكأننا نتحدث عن الرهبنة في البودية لباس الإحرام الأبيض لمدة أقل من ثلاث أشهر ففي الحج أو الرهبنة البودية يتطلب كذلك حلق الرأس للتعبير عن الولادة الروحية الجديدة بمعنى تخلي الراهب عن الحياة العادية التي تبحث دائما عن الطرف كما فعل بودا نفسه عندما قرر التخلي عن كونه أميرا لمملكة أبيه فحلق شعره الطويل الذي كان رمزا للملك والسلطنة ولهذا السبب فالشعر الطويل في الحضارات الشرقية معناه حمل تاج الملك على الرأس على سبيل المثال فالمرأة تحمل تاجا على رأسها يجب أن تغطيه أو تحلقه في المعبد احتراما لإلهها لأنه ملك الملوك ورب الأرباب وليس لأنه عورة كما يتوهم البعض في ثقافتنا ولا ينبغي للراهب البودي أن يكذب ولا يقوم بخصومات أو عنف أو جدليات عقيمة كما جاء في الوصية 15 عنده ويحرم عليه لبس الأحدية كما قلنا والجوارب كما جاء في الوصية 17 ولا يحمل سلاحا ويحرم عليه ممارسة الجنس في الوصية الخامسة ولا حتى العادة السرية في الوصية الثالثة ولا يقتل كائنا حيا حتى الحشرات تذكروا بالنسبة للحج في الوصية 18 ولا يقتلع أو يقطع الأشجار داخل المعبد والأماكن المقدسة وذلك في الوصية السابعة والعشرين عنده وغالبا ما يحمل سبحة في يده للصالوات كما هو في الإسلام وحتى عند الرهبان المسيحيين ومشي الراهب أو يسعى في طريق الألماظ The Diamond Walk وهو نوع من التأمل في المشي كما نرى في هذا الفيديو والسعي لا يعني الجري في النص القرآن يقول عن عصى موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى للطاها عشرين تسعى أي تزحف وعملية الزحف يقوم بها الحاج البودي في طريقه نحو المعبد كما نرى في الفيديو الثاني موسيقى مما يجعل الباحث يتساءل هل السعي بين الصفا والمروة إشارة للبطراء وبلد مروة في تركمانستان حاليا؟ هذا مجرد سؤال فقط فالصفا كما قلنا باللغة الآرامية تعني الصخرة وبطراء من اللغة اليونانية بمعنى بطراء بمعنى كذلك الصخرة والمروة تعني مقدسة من مار باللغة الآرامية تعني سيد أو قديس مثل ما قلنا في الحلقة الماضية مار أفرام مار يعقوب إلى آخره فبلد مار أي البلد المقدس يوجد مار في تركمانستان والتي كانت قبيل الإسلام أكبر المدن البودية بالعديد من المعابد والأديرة البودية كما هو معلوم فالشخص غير المسلم يسمى كافر فكذلك في البودية الشخص الذي لا يؤمن بتعاليم السيد بودا يسمى نستيكا والجاهل أو الجاهلية توجد كذلك في التعبد البودي أو في الفكر البودي وتسمى أفيتجا وهناك موضوع آخر وهو تقول السيرة أن محمد نبي الإسلام ولد عام الفيل والغريب أن بودا أيضا عند ولادته رأت أمه فيلا أبيضا في منامها يقدم لها زهرة اللوتس فكان تفسير الحلم أنه سوف يكون رجل دين عظيم كما قيل عن محمد عندما رأاه الراهب بحيرة وبالمناسبة فبحيرة باللغة الآرامية معناها المتبحر في العلوم أي الحكيم صاحب المعرفة كل هذه النقاط مهمة للدراسة والتي نكتشف من خلالها أن الديانات تلاقحت فيما بينها لتعطي دينا جديدا فالبودي عندما يترك عقيدته على سبيل المثال ويدخل في الإسلام يجد عدة أشياء كان يعيشها في الماضي موجودة فيه كما عاش أهل جاهلية بين القوسين طقوسا وتنية تبناها الإسلام وعندما دخلوا فيه اعتبروها نوعا من التعبد وليس عيبا فيه نكتفي بهذا القدر وإليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر